السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتحية طبعا جميع متابعين الكرام لكل من التحق بنا مؤخرا إذن متابعين الكرام كما تتذكرون وكما نشرتوا هنا في القناة قبل أسبوعين تحديدا تم طرد المسؤول الإعلامي دي الألعاب البحر الأبيض المتوسط في الجزائر ألعاب عنيطة المتوسطية في دريبة الكبرانات وآل ذاك وكما قمنا أيضا بالتغطية ديال هنا في القناة قاموا بطرده بسبب الفضيحة ديال القرعة الفضائح اللي كانوا وقعوا في قرعة ألعاب البحر الأبيض المتوسط في الجزائر وراكم عارفنا شنو كانوا وقعت من ماك حطوا سطانيا جمارات في القرعة لاحوا الاسم ديرتربيا خارج القرعة الصحفيين أثناء القرعة نادوا كده بزو بيناتهم واحد الروينة واحد الكاريتة واحد الفضيحة كانوا توقعت آنذاك ناد نظام الكبرانات وقاموا بالتضحية بهذا الاسم توبو طاجين اللي كان آنذاك المسؤول ديال الإعلام في ألعاب آنذاك المتوسطية مزيان جابوا بلصوا واحد اسمته فيصل بوجفاف فيصل الجفاف ولا حفاف ولا معرفة الاسماء ديالهم كدير على كلين جابوا بلصوا هذا اللي اسمته فيصل الجفاف واليوم تم طرده اليوم تم الإعلام عن طرد هذا المسؤول الإعلامي الثاني ديال الألعاب آنذاك المتوسطية خلال أسبوعين يعني خلال الأسبوعين تم طرد جوج مسؤولين ديال الإعلام ديال الألعاب آنذاك المتوسطية والسؤال الذي يطرح نفسه أشن الفضيحة اللي دار هادخونها إذا كان المسؤول السابق الفضيحة دياله هي القرعة وما حدث في القرعة والكارثة اللي وقعت في القرعة هادخونها هادخونها شنه دار أشنه هي الفضيحة اللي دار أشنه هي الكارثة اللي دار والأخطر من ذلك وهو أن انطلاقة pointer l'ılmış mor�� قتلها أسبوع قتلها أسبوع طردوا المسؤول الإعلام الأول والآن طردوا المسؤول الإعلام الثاني غależي يجيبوشي واحد أخر وكما قلت أنا ذاك أثناء طرد بطاجين قلت لكم هادخون اللي جابوه بلاستو ما غادش يطول وغاد تقاشف ضيحة أخرى وغاد يطيره أهما طرده اليوم قاموا بطرده اليوم وتحقق ما قلته قبل أسبوعين تحقق ما قلته قبل أسبوعين وغاد يجب مسؤول إعلامي ثالث وما غادش يطول وغاد يطيره لأن هذه الزريبة هي الزريبة ديال الفضائح دولة الفضائح نظام ديال الفضائح نظام ديال الكوارث الزريبة بكل ما تحمله الكلمة من معنى ونصدروا وغاد يتشوفوا فضائح أخرى بخصوص هذا اللي اسمته جفاف ولا فيصل جفاف ولا معرفت فغاد ندخل وغاد نقلب على أشن الفضيحة اللي دار التي تسببت في طرده مجددا أسبوعين عباد الله طرد وجوج مسؤولين ديال الإعلام في ألعاب أنيط المتوسطية هذا إن دل على شيء فهو يدل على ما نقوله دائما على أن هذه الألعاب ديال البحر الأبيض المتوسط هذه تكون فيها الفضائح والكوارث والمسخرة والدحك اللي ستحكوا اليوم فالألعاب وبرككم شطول العرب من خلال مجموعة من الفضائح اللي شفناها خلال الأسابيع والأيام الماضية على كل نظام الكابرانات أنا وراكم الزمن طويل متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته